أمسية طيبة للجميع مشاهدين الكرام مهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من مستوى الأول سعري المفعول عن تسقط أمطار رعدية خلال أمسية اليوم إن شاء الله على الوجهة الشمالية الوسطى وكذلك الشرقية على كل من سوق هراس بورج بوري ريج بيجايا مسيلا ميلا ومن البواقي كذلك ولاية بسا قلمة تيزيوزو بات نصطيف قاسنطينة جيجا الخنشلا بمدية حتى على ولاية لبويرا ما خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بنسبة رطوبة عالية خلال الصباحة على الوجهة السحيلية لتصبح الأجواء مغشات لكن على المرتفعات والهضاب سحب ستنتشر تقريبا على كافة المرتفعات احتمال لتسقط الأمطار خلال الأمسية على منطقة الأوراس هبوب رياح قوية تقريبا على كافة المرتفعات والهضاب خاصة على الهضاب العليا ننتظر رمال تبقى عالقة في السماء على كل هذه المناطق جنوبا أجواء راعدية من شمال الصحراء نحو الصحراء الوسطى منقل جنوب الغربي إلى غير أقصى الجنوب درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله تترحم بـ 23 درجة إلى غاية 26 درجة شمالا لن تتعدى 32 درجة على شمال الصحراء 24 درجة إلى 8 درجة ترتفع أكثر لتقارب 33 درجة على الصحراء الوسطى أما خلال ظهيرة الغد درجة الحرق سوى إن شاء الله ترتفع على الوجهة الشرقية لتصل كعلم القياس إلى غاية 41 درجة تحتضل على كل من قسنطينة كذلك ما ملخ نشلسو قهراس 38 درجة على السواحل منتظر 35 درجة على العاصمة 32 درجة على وهران جنوبا ترتفع أكثر تقص حر سيخص الصحراء الوسطى لتصل درجة الحر القسوة 47 درجة أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله يبقى هادئ إلى قليل اتراب خاصة على السواحل الشرقية لكن مضطر محليا على كل من السواحل الوسطى والسواحل الغربية رياح مهتدلة لن تتعدى 40 كم في الساعة وقت غروب الشمس اليوم الغد إن شاء الله بداية الأسبوع لمسا العاصمة سيكون بحول الله في تمام سابعة وحداشا دقيقة مساء أشكركم على المتابعة ومسي طيبة للجميع في أمان الله